السلام عليكم هل تظن أن أكل لحم البشر مقتصر على الأفلام الهوليودية؟ هل تظن بأن أكل لحم البشر غير موجود إنما هو من محد الخيال؟ إليك الحقيقة قصة أكل لحم البشر حدثت بالفعل لتعرف هذه القصة اشتركوا في القناة ولنلتقي بعد هذا الفاصل القصير قصة أكل لحم البشر حدثت بالفعل وقعت أحداث هذه القصة في مدينة الموصل بالعراق في عشرينيات القرن الماضي حيث عانى المواطنون من حصار شديد إذ طر الناس خلاله إلى أكل الكلاب والقطط والغربان وما إلى غير ذلك إلا أن زوجان قرر أن يكفى عن تناول الحيوانات طيب ماذا سأكلون؟ هل سيموتون من الجوع؟ أم هل سيقررون أكل شيء آخر؟ ربما الحجارة أو الشجرة؟ لا لقد قرر تجربة لحوم البشر بدأ الزوجان اللذاني كان يعرفان باسم عبود وزوجته في عام 1917 أول الأمر بأكل مرأة عجوز إلا أنهما لم يستسيغ طعمها نتيجة كثرة الدسم في لحمها فيها الكولوسترول والله أعلم مما أدى بهما إلى التقيير ففكر من وحي الزوجة بأن يأكل طفلا فقام باختطاف طفلا وقامت الزوجة بطبخه جيدا وعندما تناول رأس الطفل استساغوا الطعام وتلذذوا به مما حدا بهم إلى افتتاح مطعم صغير يبعان فيه لحم الرأس أو ما يسمى بالعراق القلية من البشاعة أن أشرك الزوجين ولدهما الصغير في عملية سلب الأطفال حيث يقوموا بجلبهم إلى المنزل واللعب معهم ثم يقوموا ولداه بقتله وطبخ الطفل وكان بعد أن يفرغ الجمجمة من الدماغ ويجمعونها في حفرة قريبة من المطعم ولكن أتعتقدون أن أمر الزوجين لن يكتشف؟ يكتشف بالطبع أمر الزوجين حين عفر أحد الزبائن بالصدفة على الحفرة المليئة بالجماجر وكان ذا خبرة في الجزارة فاستبير من خلال خبرته أن ما يوجد في الحفرة من عظام هي بشرية وليست لحيوانات مما حدى به أن يبلغ عنهما إلى السلطات الحاكمة وقت ذاك فعلقوا القبض عليهم وقد حكمت المحكمة على عبود وزوجته بالإعدام شلقا وفي صباح ذلك اليوم الذي سيتم إعدامهما ركبا على حمارين وسيقا إلى ميدان باب الطوب بالبوصل حيث نصبت مشنقتان لهما وكان الناس في الطريق يبسقون عليهما ويشتمونهما ويضربونهما وتجمهر الناس في الميدان ليشهدوا شنقهما ويحكى أن امرأة كانت تنهش أقدام الزوجة إلى أن قطعت صابع قدمها وهي تصرخ قائلة لقد أكل ثلاثة من أولاد قصة بشعة مرعبة نتمنى أن لا تؤثر على إحساسكم وعلى عواطفكم أشكركم على المشاهدة اشتركوا في القناة لتتوصلوا بجديد الفيديوهات وأخبرنا في تعليق أردت المزيد من مثل هذه الحلقات إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر